انتخب سون يو شون نائب رئيس تلفزيون الصين المركزي ونائب رئيس التنفيذي لشبكة تلفزيون الصين الدولية نائبا لرئيس اتحاد اذاعات اسيا والمحيط الهادئ الذي يعتبر اكبر جمعية لهيئات الاذعة والتلفزيون في العالم حيث تصل الى نصف سكان المعمورة استكملت اكبر جمعية مهنية لهيئات اذاع و تلفزيون في العالم اول نائب صيني لرئيسها هذا يمثل تأكيدكم لاعمال زملاء الصينيين في كتار الاذعة و تلفزيون وتم تشكيل اتحاد اذاعات اسيا والمحيط الهادئ قبل نصف قرن بغرض ضفع التعاون بين الهيئات الاعضاء و خلال السنوات الماضية نمر الاتحاد ليشمل نحو 300 عضو من 69 دولة و منطقة باعتباره اكثر وسائل اعلام تأثيرا في تنمية البشر و مجتمعنا حقق كتار الاذعة و تلفزيون في منطقة اسيا والمحيط الهادئ تقدما ضخما بتزامن مع بروز اسيا والسون يوشينغ هو منتج تلفزيوني مخضر في الصحافة التلفزيونية الصينية و في اوال تسعينيات القرن الماضي اطلق السون الجول الاولى من اصلاحات الصحافة التلفزيونية في البلاد و انشأ عارضا من البرارج المحبوبة الكثير منها ما زال تتمتع باقبال واسعة حتى اليوم و ابتداء من محطة صغيرة بثمان قنوات فقط اصبح تلفزيون الصيني المركزي من بين وسائل اعلام العملاقة حاليا لكن مع قدوم عصر الانترنت وارتفاع رسوم حقوق المحتويات وتفضيلات المشاهدين المتغيرة يرى الكثيرون ان العصر الذهبي للتلفزيون قد انتهى وتمنت خبص في اجتماع لاتحال اداعات اسيا ومحيط الهادئ حيث يعكف العضاء والشركاء على مواجهة التحديات والفرص مع حلول عصر البيانات الكبيرة والانترنت عبر الحاتف النقال شهد الوضع الدوري لصناعة وسائل اعلام وترك الاتصال تحولات كبرى يواجه البث التلفزيوني التقليدي تحديات شاقة وغير مسبوقة ورغم التحديات يعتقد سون ان افضل الافعق التانية لم تأتي بعد الفيديو هو شكل نهائي لاتصال وسيظل في المستقبل منظور لحسن الحز ان الفيديو هو اكبر ميزة للبث التلفزيوني امل ان يتمكن جميع اعضاء الاتحال من العمل معا لاجراء اسلاح عامك وخلق مستقبل اكثر اشراكا كما اشار سون الى ان ثقته في مستقبل الصناعة تنبع ايضا من تنمية اقتصاد الصين واسيا مضيفا ان التحول السريع يعني التحديات وعدم اليقين لكنه يعني احتمال التنمية ايضا